اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلت لنا كتعليقات على الحلقات او على مواقع التواصل المختلفة واحنا وعدناك واي سؤال هيجينا هنحاول ان احنا نحله مع بعض وفي طالبة اقترحت اقتراح جميل جدا بس ان شاء الله هننفذوا من الحلقة القادمة قالت اعايزين لتحطنا سؤالين ثلاثة او امتحان صغير في بداية الحلقة والامتحان ده احنا هنجاوبوا في صورة كومنتات على الحلقات وبعد كده تجاوبهن في تاني حلقة طبعا اقتراح جميل هنفذوا ان شاء الله الحلقة القادمة هكون مجهزة لكم صغير ميني بوكل صغير كده على النظام بتاعنا او على نظامنا ونشوف هتحلوه ازاي وان شاء الله الحلقة اللي بعدها هنبدأ نتابعه مع بعض او نحله مع بعض تعالوا نشوف الاسئلة اللي جات لنا النهاردة في سؤال بيقول خلية في قرن استشعار الدرسفلة لديها اربع ازواج من الكروموسومات فكام يكون عدد الكروموسومات الجنسية فيه اول حاجة طالب الكروموسومات الجنسية في الخصية وطالب الكروموسومات الجنسية في الحيوان المنوي احنا بيش هنحل دوله بس هنحل دول بس هنقول كله اول حاجة اخلي بني منها في الاسئلة اللي من النوع ده ايه خلية في قرن استشعار دي خلية الجسدية ولا تناس وليه جسدي يبقى انا فزهن يعرف انها اثنين نوع بحطة على جنب كده شان منساش لديها اربع ازواج من الكروموسومات يعني 8 بوضح لنفسي يعني 8 كروموسومات فكم يكون عدد الكروموسومات الجنسية في الخصية فاكرين كنا بنحل السؤال ده ازاي كنت بقولك هو عنده 8 تمام 8 كروموسومات او الاربع ازواج التمانية دول كنا بنقسمهم ازاي كنت بقولك دايما طلع اتنين كروموسوم جنسي او تناسلي ودايما الباقي اللي هو الستة هيكون الكروموسوم الجسدي طيب هو قال لي عايز في الخصية هل الخصية خلية جسدية ام تناسلية جسدية طبعا يبقى عندها اتنين طيب لو انا افترضت عايزة اعرف عدده في الحيوان المانوي الحيوان المانوي انا باخد النص تمام اعف نفس القصة بالزبط انا فاهم الاساس بقى هاخد خلية واحدة او اسفة كروموسوم واحد جنسي وطبعا الباقي اللي هو هيكون تلاتة هيكون جسدي يبقى اساسنا ايه تاني في الحل شوف الخلية اللي هو جابها لك دي جسدية ام تناسلية الجسدية يبقى انا اتنين نون طيب ايه اللي طلبه ايه خلية جسدية يبقى انا معايا نفس العدد طيب بس هو عايز عايز كروموسومات جنسية في الخلية الجسدية اي خلية جسدية ايا كان حتى لو كان المبيض حتى لو كان الخصية المبيض الخصية المتك كل دي خلايا جسدية يعني فيها اتنين نون يعني العدد كامل اقومشها الاتنين جنسي وما تبقى هيكون هو الجسدي انا ليه بقول ما تبقى لان انا عارف ان عدد كروموسومات بتختلف من كائن لاخر فما درش اقدي رقم لكن السابت معايا مين لازم طالما خلية جسدية يبقى عندي اتنين جنسي طب لو كانت خلية مشيجية يبقى عندي واحد جنسي ما انا باخد النص الاربعة اللي كانوا معايا خدنا واحد جنسي واتبقى معايا طبعا التلاتة الجسدي وكده يبقى جبت اللي هو عايزه طب لو حبينا نقول عدد الكروموسومات الجسدية في كرن الاستشعار ده او في الخصية الست طب لو عايز اقول عدد الكروموسومات الجسدية في الحيوان المنوي يبقى التلاتة اعتقد الجزئية دي واضحة لنا تمام طيب فيه سؤال تاني بيقول فيما تختلف التحالب النارية عن التحالب الحمراء فيه اختلافين التحالب النارية تتبع الطلائعيات اقل رقي من مملكة النبات التحالب النارية اطلق عليها نارية لانها بتسبب لي موت الكائنات البحرية او موت الاسماك كمان هي بتتحرك عن طريق الاسوات فباختلافها عن التحالب الحمراء التحالب الحمراء تتبع مملكة النبات إذن هي أكثر رقي هتحتوي على الصبغة الحمراء بجانب الكولوروفيل طبعا وهي عبارة عن خيوط هلامية بينما التحالب النارية ده عبارة عن دياتومات أو مش دياتومات شبيهة بالدياتومات يعني نقدر نقول بلانكتون هي نوع من أنواع البلانكتون اللي بيتغز عليه الحيوانات أو الكائنات البحرية يبقى أهم حاجة النارية طلاقعيات تتحرك والأصوات هتسبب لي موت الكائنات البحرية التحالب الحمراء ده أكثر رقي دي مملكة النبات أنا عندي بلاستيدة عندي كولوروفيل طبعا وعندي خيوط بفيها سائل هلامي أو سائل زولاري طيب جلنا السؤال كمان بيقول لماذا فايتكور لم يضع الفيروسات في مجموعة من المجموعات الخمسة أسفل إيه مجموعة من المجموعات الخمسة دي يصد المجموعات اللي هو يعني الممالك أنا عندي خمس ممالك بدائيات طلاقعيات فطريات نبات وحيوان ليه روبرت وايتكور محطش الفيروسات أو البريونات مع هذه الممالك لأنها تختلف في خواصها عن خواص الممالك الخمسة ليه الفيروسات تجمع في خواصها بين الكائنات الحية والمواد الغير حي إزاي؟ هي تجمع في خواصها بين الاتنين أصلاها عندها مادة ورصية إذن هي كائن حي طالما في مادة ورصية أمالي بنقول مادة غير حية لأنها في حالة عدم وجود العائل اللي تتطفل عليه بتبقى موجودة في صورة متبلرة عاملة زال بلورات ما قدرش أميزها أو هافتكرها كأنها شوية أملاحة يبقى ليه ما وضعهاش؟ أصلها حلقة وصل بين الكائنات الحية والمواد الغير حية لأنها تحتوي على مادة ورصية مثل الكائن الحي وفي نفس الوقت هي كمان بتوجد في صورة متبلرة يعني في صورة بلورة إذا لم تجد الكائن اللي تتطفل عليه معانا سؤال كمان بيقول وده كان سؤال في الامتحان وجاوبناه بس برضو هجاوبه تاني بس أنا شوف معانا تليفون من إنا وقبل ما أعرف هو مين أنا سعيدة بك جدا مين معانا؟ رحاب رحاب؟ أه إزايك يا رحاب؟ الحمد لله عمنا إيه أنت الحمد لله يا حيوبتي أنا تمام وأخبارك أنت وأخبار الأحياء إيه وأخبار إيه أنا إيه؟ الحمد لله أعتقد الجو من المسن ده عمدوكم بديعي دلوقتي أه الحمد لله مرين يا رحاب معاني السؤال معلش يا مين فضلي مفيش معلش أنت تقولي فضلي الشخص الذي يعطي دمه لجميع الفصائل يكون التركيب الجيني لفصائلاته هو لحظة واحدة يا رحاب عشان أنا بكتبارك الشخص الذي يعطي دمه لجميع الفصائل الفصائل تمام يكون التركيب الجيني هيكون التركيب إحنا السؤال ده اختياري اختيارات أيهم تمام الجيني لفصائلاته لفصائلاته هو هو اه واحد. تمام. اه 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 هكمل جنبها ماشي. اه موجب. تمام. اتنين اه موجب. ايه. تمام ادي واحد اتنين. اه اه ايه ولا ايه او. لا او 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 برضو تمام اتنين ار اتش سالب ار اتش سالب تمام وبعدين او 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 ار اتش موجب ار اتش سالب ار اتش سالب هاي اه والاخير به وجيم به وجيم تمام اه في سؤال تانية رحب لا شكرا طيب اعايزي تفضلي معي براحتك انت بتقولي الشخص اللي بيعطي دمه لجمال فصائل اذا انا عايزة معطي عام انت جابالي التلاتة او او كلهم او وانا عارفة ان او معطي عام يبقى مين محدد ليك بقى يا رحاب عامل الرئيس ايوما افضل عامل رئيس اسموجة ام السالب في انه هو يعطي اعتار يا رحاب عامل الرئيس السالب هو المعطي العام يبقى الافضل معي هنا مين رقم اتنين اللي هو ار اتش سالب ار اتش سالب لان ده سالب فبالتالي يقد كل الفصائل وعشان تبقى فاهمة ليه الار اتش سالب يعني يخلو كرات دمه الحمراء من المولدات بتاعة عامل الرئيس اسم فلما يدخل على اي دم اخر ايا كان الدم ده طبعا لو هو موجب او سالب لو موجب هل القوس سالب لداخل ده الدم التاني اللي هيستقبل هيحس ان في حاجة غريبة داخلت خلايا لا لان الكرات دمه ما عندهاش مواد مولدة فيتعامل معا بشكل طبيعي لكن لو انا افترضت ان انا هنقل الموجب للسالب دي مش ممكن دي نصيبة ليه الموجب بما يدخل للسالب على سطحه فيه كرات او فيه مواد مولدة لعامل الرئيس اسم هيشعر بها السالب هيحس كان فيه حاجة غريبة فيروس دخل عليه يوم يكون له اجسامه ضده وتبقى في دمه ما انفعش نقل له مرة تاني يبقى الافضل او سالب يا رحاب نورتيني يا رحاب طيب نرجع للاسئلة بتاعتنا اللي كانت وصلت لنا السؤال اللي كنا بنحله كان بيقول اذا اصيبت بنت بمرض الهيموفيليا فمن المؤكد ان مرض الهيموفيليا افكركم ده مرض من امراض المرتبطة بالجنس ده من المؤكد ان الام مصابة ولا الاب مصاب ولا ولد الام مصابة ولا اثنين وثلاثة معا هي اثنين وثلاثة معا ليه لان الاب مصاب ده اكيد اصل معنى ان فيه بنت مصابة بالهيموفيليا يبقى البنت دي اكس اكس اتش سمول اتش سمول ده جاي لها المرض من النحيتين يعني الأب لازم يكون مصاب والأم لازم لازم تكون على الأقل حاملة لجين مرض يبقى لازم يكون الأب مصاب ضشور ولازم يكون الأم حاملة لجين المرض طب والأم بيجي لها جين المرض منين بيجي لها من الأب يبقى أم دي أكيد هتكون أم يا إما مصابة يا إما هتكون أم طبعا أبوها مصاب يبقى أكيد الأب بتاع الأم ده كان مصاب أو والد الأم مصاب يبقى أكيد أكيد والد الأسفل الأب مصاب والد الأم طيب تعال نشوف سؤال تاني كان فكرته برضو جميلة بيقول لاحظنا ظهور عفن اسود على قطعة خبز تركت في جو رطب تمام اتوفر لها الوسط المناسب بعد بضعة أيام ما اسم هذا الكائن وما وضع التصنيفي طيب طالما عفن اسود أنا بتكلم عن عفن الخبز وده جاء على الخبز وعنده وسط رطب يبقى الكائن ده هو عفن الخبز وضع التصنيفي ده يتبع مملكة الفطريات يتبع شعبة الفطريات التزاوجية وهو من الفطريات التي تتكاثر عن طريق الجراسين سؤال تاني قال الكلام دومنس والإسبيرو جايرة أحدهما خيتي والآخر غير خيتي عايز يفهم يعني إيه؟ الإسبيرو جايرة كتحالب بنقول عليه الريم الأخضر عبارة عن خيوط خضراء موجودة على سطح المية موجودة على أي أراضي راتبة موجودة على الصخور في البحار والمحيطات خيوط والخيوط دي عبارة عنه وأنا رسمتها الحلقة السابقة خلايا مترسة بجوار بعضها خيوط مكونة من عدة خلايا يعني هو عديد الخلايا فمن هنا قالوا عليه إيه؟ خيتي أصله عديد الخلايا خيط جوا خلايا بينما الكلام دومنس لا هو إيه؟ خيتي لا طبعا ده كان خلية واحدة يبقى الكلام دومنس بنقول عليه أنه خلية واحدة غير خيتي بينما الإسبيرو جايرة خيتي لأنه عديد الخلايا طيب جاءنا سؤال بيقول برضو رفض فصيل الدم المتبرع أو رفض فصيل الدم المتبرع له نفس فصيل الدم المصاب يعني واحد مصاب وفيه متبرع جاي يتبرع له بدمه وهو نفس الفصيلة ومع ذلك يرفضوه ليه؟ يا ترى ليه؟ أكيد لاختلاف عامل الرئيسس أكيد عامل الليرسس هنا مختلف اختلاف عامل الرئيسس طبعا ده هيقدي إلى إيه زي ما اتفقنا هيحصل مشاكل يعني قد يكون هذا المصاب سالب الرئيسس والمتبرع بتاعه موجب الرئيسس ما نفعش ننقل بقى زي ما اتفقنا لأن الأفضل أنه أنا أنقل إيه؟ من سالب لموجب وليس العكس آخر سؤال وضح على أسس وراسية ناتج تهجين نبات بازلاء كرمز الأزهار هجين مع نبات أبيض الأزهار طيب تعال نحل السؤال هو عايز كرمزي الأزهار هجين وأبيض الأزهار كرمز الأزهار هجين ده يعني هيكون تركيبه إيه؟ يعني هيكون الكرمزي عن الأحمر يعني R يبقى R capital R small مع أبيض الأزهار R small R small خلاص واضحة أنت طالما وصلت لرأس المسألة هتقدر تحلها بمنطهة البساطة يبقى هيطلع لي التركيب اللي أنا بوضحها حاليا يبقى ده parents دول الجاميطات ودول طبعا الجيل الأول ومش محتاجة أستخدم أجيال تانية ودي الأسئلة اللي كانت جات لنا وأنا على استعداد لأي أسئلة تجدنا برضو هنحصرها وطبعا ببقى أكثر سعادة لها بيجيني أكيد تليفون نشوف بقى علاء وعليكم السلام علاء صحي كده أهل العلاء إزايك ربنا يخليك رب الحمد لله ربنا يديك الصحة الحمد لله ربنا يخليك يا علاء أخبارك إيه وأخبار الأحياء معك إيه الحمد لله كويس مستعدين لانتحان شهر خمسة آه إن شاء الله هيتطيم ونجح وسقوط وأنا واسقى في كل امتابعية إن هما إن شاء الله هيقفلوا كمان نشا ينجح بفضل ربنا ثم بفضلك إن شاء الله بفضل ربنا يخليك بفضل ربنا يا حبيبي مرني على عندك سؤال؟ آه لأنسة الحصان لأنسة الحصان وذكر الحمار آه ده أنت هتكونينا البغل بقى وذكر الحمار هو 64 و 68 كروموسوم على الترتيب 64 يعني 64 لأنسة الحصان و 2 و 60 للذكر للذكر تمام فإن عدد الكروموسومات في الخيال الجسدية للبغل فإن عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية للبغل الجسدية للبغل تمام طيب تعال نحلها سوا يا علاء أنا عندي آه أنسة الحصان هنكتب هنا كده أنسة حصان وعندي الزكر حمار الزكر الحمار أنت قلت لي إن هو 62 وأنسة الحصان 64 لما أجي أخذ بأخذ أمشاك طبعا طيب آه نص الاربعة وستين هيبقى كام؟ هيبقى اتنين وثلاثين جميل ونص الواحد الاثنين وستين هيبقى كام؟ واحد وثلاثين يبقى ماشيك أنسة الحصان الاثنين وثلاثين ماشيك الزكر الحمار وثلاثين لما يتقابل الماشيجين مع بعض هيطلع لي تلاتة وثلاثين آه أسفى أسفى تلاتة وستين هيطلع تلاتة وستين تلاتة وستين طبعا عدد لو لاحظت إن هو عدد فردي مش عدد زوجي وده من الخلال الجسدية بتكون لازم بتكون عدد زوجي أنت سمعني بقى يا علاق لازم الخلال الجسدية يكون فيها عدد زوجي من الكروموسومات ده تلاتة وستين يعني فيه عدد يناقص يزايد ما هو أصلا عقيم عقيم يعني لن يستطيع التناسل لن يستطيع إنتاج نسلة يبقى هيكون لي البغل والبغل عدد سبغياته تلاتة وستين في خلال جسدية تخال أنت لما يكون جسدية بقى واجأ السمه بعد كده عشان يعمل ما يتوزي أو ما يوزي هيحصل إيه هينتج لي بويضات أو حيوانات منوية شازة إذن هذا الكائن مش هقول بقى زاكر ولا أونس اللي ممكن كده ممكن كده هذا الجائن هيكون كائن إيه عقيم فيه ناس اختلفت برضو على الحتة دي وقالت هل هو أقول عليه عقيم وده لا يستطيع إنتاج أفراد جديدة أيهم أكثر صحة لا يستطيع إنتاج أفراد جديدة دي أكثر صحة من كلمة عقيم لو قابلتنا في أسئلة طبعا هي عقيم بتشيل نفس المعنى بس لما أقول لك لا يستطيع إنتاج أفراد جديدة ممكن يكون فرد عادي عادي كلمساته عادية ولكنه عقيم إرادة ربنا وقد يكون خلل نتيجة حاجة تانية إن شاء الله لو ربنا أكرمنا وكان لنا عمره وتقابلنا في تالتة هتعرف أنه ممكن يكون أسباب العقم حاجات تانية كتير ممكن يكون مشكلة في الهرمونات ممكن يكون حاجات تانية كتير مش عايزة أتطرق ليها لكن لما أقول لني يستطيع إنتاج أجيال جديدة يبقى أنا كده وصقت إن هو مش قادر يكون حيوانات منوية وإحنا اتفقنا الشخص اللي هو كليمي فلتر مثلا كمثال للأشخاص دي كان ما عندوش الخلايا المولدة للحيوانات المنوي إذن هو عقيم لأنه ما عندوش قدرة على إنتاج الحيوان المنوي وكده يبقى جاوبنا سؤال علاء وفي نفس الوقت خلصنا أسئلتنا وندخل بقى في رحلتنا لمملكة الحيوان أنا عايزة تستمتع معايا بالمملكة دي ليه؟ هنجد فيها معلومات يمكن نعرف سبحان الله التركيب عامل إزاي ومدرقي جوه المملكة عامل إزاي عايزة تدخل معايا في الرحلة كده ونستمتع معايا في شعبة داخل المملكة ونحاول نفهم إيه الأساس عشان أقول عليه إن الكائن ده يتبع مملكة الحيوان وليه الشعب بيتقسمت على هذا الأساس وناخد فكرة عن كل شعبة وناخد معلومة زيادة ونجهز لكم صور كتير وفيديوهات بتخص القصة دي اتكلمنا عن كام مملكة قلنا البدائيات أوليات النواة أصلي ما عندهاش نواة احفظني أو افهم زي ما أنا بقول كده ما عندهاش نواة ده عندها المادة الوراسية بتصبح في السيتوبلاز خلاص البكتيريا بأنواحة بقى أين كان تشعبته دخلت على الطلاعيات لا ده أنا كده راقية ده أنا عندي نواة حققية فيه غشاء نواة بيفصلها عن السيتوبلاز وتعرفنا طبعا تفاصيلها وشعبها وطواقفها وعرفت إنها بسيب لأمراض كتير ده فيه مرض ومرض النوم وفيه مرض ومرض الملارية اتكلمنا عنهم طيب ندخل فيه تفاصيل أكتر الفطريات ده لها مجال طبي ليها دور في المجال الطبي ده أنا خدت مدنها مضادات حيوية كمان برضو هي لها دور في بعض الصناعات صناعة العجائن والمخبوزات صناعة الجبن وهكذا أقل الروكي من اللي وراه اللي هو مين مملكة النبات أكثر روكي امت أقول على الكائن ده نبات لما توفر فيه حاجتين وجود ضدار مكاوم من مادة السيلولوز ويا حبازة لو يرسب عليها أيضا اللجنين وانت درست معايا في الترمي الأول فايدتهم وأكيد أكيد عندها بلا سلات خضراء وحاسيت قدئي الروكية جوه المملكة واستمتعت بيها جدا ده أنا عندي تحالب حامرة بوسيفونية عندي تحالب بونية في يوكاس عندي تحالب خضرة سبايرو جايرة وكلام دومنس وقمنا دخلين بعد كده على الحزازيات اللي بتتحزز الأرض قمنا ده ممكن تكون الرشيا منبطحة والفيوناريا القائمة لكن لا تتعدى السنتيمترات دخلت على الوعائيات خلاص كائنات وعائية أي عندها خشب وعندها لحاء عندها أنسجة تنقل الماء والأملاح وتنقل المواد الغذائية أكثر الشعب رقي في مملكة النبات هل يترك وإنت زهرة ما أنت أصبحت راك لا مش أوي كده وحدة وحدة هدخل على السرخصيات أو السراخص تتقصر بالجرسيم رغم إنها نبات وعائي أو كائن وعائي طب دخلنا على معرات البزور خلاص ده بزرة إذا أنا عندي زهرة لا ده أنا عندي مخاريط المناسل تسمى المخاريط ما عنديش أزهار لسه طب ليه قالوا عليها معرات أصل البزرة غير محاطة بغلاف سمري الكلام جميل دخلنا على المغطاء خلاص بقى ده نباتات زهرية وقلت لك ساعتها أعرف درجة رقي النبات إذا كان بيكون هذا النبات زهرة ما هي عدو التقاصر الجنسي في النباتات ده عندي زهرة وكوونة بزرة بس تفتح البزرة كده ده أنا ساعات بلاقي فيها فلقة واحدة زي الدرة زي الشعير زي الرز وساعات ألاقي فيها فلقتين زي الفول والترمس وخلافه طب إيه قلنا ما فيه فلقة وفيه فلقتين وتعال نقارن بينه أنا كإني بلخصتك الباب كله تعال نقارن بينه هاتهم من أول كده الجزر وأطلع أول حاجة الجزر لا في الفلق أليفي بسيط وتدي في الفلقتين تعال على الصاق الحزمة الوعائية مبعصرة في الفلقة الوحدة لا ده منتظمة على محيط الصاق في الفلقتين شوف الرقي ماشي زي حتى في التنظيم أعرفني أني أنت كائن راكي خلاياك عديدة عندك تخصص في خلاياك أنت كائن منظم في كل حاجة في حياتك حتى في تركيب جسمك تعال على الأوراق آه تعارقها متوازي فاكر الدورة المشوية اللي كان نلحص اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت ودخلنا على التانية لا ده تعارقها ريشي أو روحي شوفنا وراء العنب دخلت على الأزهار آه المحيطات عديت ثلاثة ومضعفات عرفت أنها فلقة أربعة وخمسة ومضعفات عرفت أنها فلقتين استمتعنا ووصلت إلى آخر رحلتي في النبات تعال بقى نشوف الرحلة الأقصر انتاعا وآخر محطة في رحلتي دي أن أنا أوصل للإنسان هو آخر المحطات مملكة الحيوان أقصر الممال الكروكي أكيد نواته حقيقية من أول الطلاعيات وأنا بتحرك كل دي حقيقية النواة يعني عندها غشاء ناوي أكيد عديد الخلايا ما هوش كائن أولي طبعا وأكيد لها القدرة على الحركة والتنقل وأكيد عندها جهاز عصبي ولو بسيط تستجيب للمؤسرات لها القدرة على الاستجابة للمؤسرات أي أن كان هذا المؤسر خارجي أو مؤسر داخلي المملكة دي تقاصرها جنسي كائنات راقية معظمها بيتقاصر تقاصر جنسي هقسمها إلى شعبتي شعبة هطلق عليها اللافقاريات ما عندهاش عمود فقاري شعبة هسميها الفقاريات اللي فيها بقى المحطتنا الأخيرة الإنسان آه دي بتحتوي على عمود فقاري أو عمود فقاري شوف بقى أكبر الممالك ممكن تقابلها عندي أول شعبة هتقابلني شعبة المساميات طبعا هناخد الشعب على بعضها وبعدين نبدأ أن ندخل رحلة جوه كل شعبة أول محطة أول شعبة المساميات المحطة التانية اللاسعات ما أنا لازم أعرف أنا همشي على كم محط عندي شعبة الديدان المفلطحة عندي شعبة الديدان الاستوانية إيه دا هو فيه اختلاف في الديدان طبعا دا أنت هتكتشف النهاردة في حلقتنا حاجات رائعة عندي شعبة الديدان حلقية عندي شعبة لاسمها مفصليات الأرجل جنباري وخلافه هتحرك بأرجل مفصلية عندي الرخويات أكيد كلنا سمعنا عن الكوقع الصحراوي والسبيا وأم الخلول والحاجات الجميلة دي هنتعرف عليها النهاردة عندي شعبة شوكيات الجلد أو الجلد شوكيات علشان أوصل للآخر الحبليات وقولك حمد الله على السلام ما وصلت للإنسان بس لسه بدري تعالى نتكلم عن أول شعبة وهي شعبة المساميات المساميات الشعبة دي بتعيش معظمها في البحار والمحيطات الشعبة دي أولي الأوي منها اللي بيقدر يعيش في المياه العزبة غالبيتها في البحار والمحيطات هل هي كائن متحرك؟ لا رغم أن أنا قلت لك أن أغلبية مملكة الحيوان متحركة بس المساميات غير متحركة بتعيش مسبتة على الصخور قال لا تمامت ليه قلتلي عليها أنها بقى كائن راقي أو يتبع مملكة الحيوان أولا ما عنداش جدار خلوي ما عنداش براستيدة إذن خاصة النبات مش عندي كمان هي عديدة الخلايا كمان هي غير ذاتية التخزية كمان هي عندها تخصص في خلاياها إذن هي أكثر رقي من النبات جسمها عديم التماثل يعني عديم التماثل لو خدت أي قطاع في أي حتة هتلاقي كل جزء فيها مختلف عن التاني مش متماسل لو أنا خدت قطاع طولي تماثل جانيبي تماثل شعاعي مش هينفع وهفهمك يعني إيه في الشعبة اللي وراه طب شكلها ساعات عاملة زي الأنبوبة أنبوبية أو قارورية أكيد كلنا شفنا الإسفنج هو ده الشكل بتاعه حيوان الإسفنج ممكن يكون أنبوبي زي اللي قدامي ده وممكن يكون قاروري زي ده دي كلها تتبع الإسفنجيات خلي بالك المساميات أو الإسفنجيات بتكون مسقبة والسكوب دي بتتصل ببعضها عاملة جوة قنوات لدرجة إن هذه القنوات بيعيش بعض الحيوانات البحرية الدقيقة جواها يعني ممكن تلاقي فيه ديدان فيه حشرات صغيرة فيه أسماك صغيرة بتعيش جوه بتعتبر الشكل المجوف أو جسمها المجوف اللي باين معايا في الصورة ده إنه مكان يصلح لاختباءها من أعداءها بتعيش في المكان ده طيب يبقى دي أول شعب واخدنا الإسفنجيات فهلة إسفنجيات الإسفنج وعرفت أنا ليه قلت عليها تبع مملكة الحيوان تعالي لللاسعات ده هنقضي معا شوية اللاسعات شعبة اللاسعات بتعيش معظمها في الميا سواء كانت في حالة مفردة أو عيشة في مستعمرات ما عندهاش رأس ما هو الحيوان الذي لا يحتوي على رأس بسربلك أسئله ده ما عندوش رأس اللاسعات تماثل شعاعي يعني إيه تعالي كده خد كأنك بتاخد نقطة مركز فيه وقعد اعمل أشعات كأنك بترسم فيه أشعات كده خارجة منه أي جزء هتاخد منه قطاع شعاعي هتدوس لقي شبه اللي جنبه وشبه اللي جنبه وهكذا فبنقول عليه تماثل شعاعي عنده فم الفم ده محاط بزوائد ساعات يسموها لوامس لو طويلة شوية امتدادات هسميها لوامس يبقى لو كبيرة هقول عليها لوامس شعبة اللاسعات فيها تجويف بيسموه تجويف وعائي فضية من جوة مجوافة من جوة زي ما قلت في الإسنجيات خلاياها منتظمة في طبقتين الطبقة اللي برا أو الخارجية فيها خلايا لاسعة والخلايا دي بيزيد قوي قوي عند اللوامس أصلها من خلالها بتدفع عن نفسها وكمان بتصطاد الفرائس بتاعتها واسيلة حماية وحصول على الغذاء عندي الهايدرا وعندي أنديل البحر وعندي شقائك النعمان طيب تعال نشوف شوية الصور ليهم وممكن كمان الحظ يحلفنا ونلاقي شوية فيديوهات ايه دا؟ الهايدرا شايف شكلها عامل ازاي؟ شايف الجزء اللي فوق دا؟ دي الفوهة بتاعتها اللي عليها لوامس طيب دا بالنسبة للهايدرا هل في حد تاني غيره؟ اه طبعا هشوف صور كتير تعالا كده نحاول نبص على حاجة في الهايدرا يمكن أقدر منها أعرف الشكل بتاع الهايدرا ايه؟ دا الشكل بتاع الهايدرا الصورة بتاعت الهايدرا أو الشكل بتاع الهايدرا دا صورته بقى لو انا جرته وهو بيتحرك تحت المية او هو مسبت جسمه تحت المية بص شكله عامل ازاي؟ عامل ازاي القنبوبة وفيها اللوامس الأزرع بتاعته اللي فوق دا دي بقى لما تقاصر وكوين لي كميات كبيرة وبوريج بيتم التقاصر بتاعه ازاي؟ على فكرة الهايدرا من الكائنات اللي تقدر تتقاصر جنسي وتقدر تتقاصر تقاصر لا جنسي بتكون برعم شبه مين؟ شبه الخميرة كون برعم والبرعم معيضة يتول 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 وفي النهاية البرعم هينفصل علشان بص بقى بيحصل ايه؟ بينفصل علشان يكون لي حيوان تاني او هيدرا تانية وهكذا يبقى دا خدنا فكرة عن الهايدرا لسه لسه معاي اندير البحر ولسه معاي شقائك النعمان مين فينا مرحش مصيف وتلا سعب اندير البحر؟ هو دا الشكل بتاع اندير البحر واللوامس بتاعته اللي عليها الخلايا اللاسعة اللي احنا بنتفق عليها وعلى فكرة المعلوماتنا بقى الخلايا اللاسعة مادة او بتفرز مادة قلوية يعني لو تلا سعت في البحر عشان تحل المشكلة تعمل ايه؟ خلا او لمون مش معنى؟ علشان انت عارف ودرست قبل كده ان المادة القلوية لما بيج عليها مادة حمضية ها ملح ومية يبقى انت شلت القصر وإيه اللي ممكن تعمل علامة معاك؟ يبقى اللوامس دي بتفرز مادة لاسعة والمادة لاسعة دي مادة قلوية وانت عارف ان القلويات لاسعة فيها مجموعة الهيدروكسيد طبعا والمادة دي عشان انا حل المشكلة او اشيل اصر اللاسعة لمون او خل هيحصل تفاعل بين القلوي وبين الحمض ويكون لي ملح ومية مهمية المادة بتاعتنا انها مادة حياتية مادة طبيئية طيب ده بالنسبة للانديل واتفاقنا وكلنا شفناه بص بقى الجمال اللي هنشوفه ده صورة اكتر من رائعة مين ده؟ شقائك النعمان ده شقائك النعمان ولوه صورتين احلى من بعض ده شكل له وده شكل له ايه بقى ده؟ بص السمكة دي السمكة دي بيسموها سمكة المهرج خلي بالك خلي عينك معاي على شقائك النعمان وانا حكي لك قصة جميلة عنه وبرضو احنا منتفقين ان احنا ايه؟ بنتلع برا الصندوق شقائك النعمان حيوان جو في معوي مسبت على القاع مش عارف يحشر على الغذاء يجيب اكله منين؟ مسبت على القاع على فكرة فيه بعض انواعه بتسبت على صدفة سرطان البحر كواسرة تتحرك بيها عشان تعرف توصل للغذاء طب المسبت يعمل ايه؟ صديقه الصدوق انتيمو هو سمكة المهرج سمكة المهرج تقعد تطوف حواليه تجيب له الاكل بتاعه سمكة المهرج هي المسؤول عن تغذية شقائك النعمان المسبتة تجيب له الاكل بتاعه وترميها في الجوف بتاحها او تقربه منها اول ما يقرب منه باللوامس اللي فيها خلالة ساعة يقوم لسعه يشل حركة الكائن ده او الفريسة بتاعته وباللوامس يحرقها في اتجاه الفم بتاعه اصدقاء ففي طالب بيسألني بيقول لي ايه؟ يعني السمكة بتجيب الغذاء للشقائك النعمان وهو عليه لوامس ما بتتلسعش ليه؟ سؤال جميل السمكة دي اتاول لو هي اول مرة توصل لشقائك النعمان او تلمسه بتقضي الاول تتحسس وتلف حواليه كده وتحرك ديلها عليه ليه؟ بتحاول تختبره وهيلسحها ولا لا طبعا السمكة كاي كائن بحري بيكون فيه على جسمها مادة رخوة لما بتبدأ تقعد تتحرك كده بدلها على على شقائك النعمان بتبدأ شقائك النعمان تفرز مادة هي كمان لازجة المادة دي تقوم جاية على السمكة على المادة اللازجة بتاعت السمكة تعمل لها نوع من انواع العزل ما تتلسعش منها بعد كده بعد ساعة من اللعبة بتاعتها ده وحركتها بدلها حواليه تكتسب منه مناعة خلاص هي ما خدتش مناعة وهي بتتولد ده اكتسبتها نتيجة معاشرتها له هي صديقة جدا انا في مرة شفت فيديو رائع جدا الشقائك النعمان قافل على نفسه ومش عايز يتغزة قد يكون حزين لسبب ما السمكة ما ثبتوش خايفة عليه عمانة تجري وتلف حاوليه وتدخل وتحرك جسمها عليه عشان تحاول تفرد اللوامس بتاعته دي كأنها بالصحي كأنها بالصالحه لغاية ما عادل طبيعته تاني وبدأ يتغزة في طالب قال لي انا دخلت على الجوجل وكتبت الشقائك النعمان تريلي زهرة انتو بتتحقوا علينا بتقولنا ان هو في البحر وهو نبات لا فيه على فكرة نبات اخر اسمه شقائك النعمان على فكرة عشان ما يختلطش عليك الامر شقائك النعمان اسمه اطلق على حاجات كتير اطلق على اللي احنا شفناه دلوقتي اللي هو من اللاسعات اطلق على بعض انواع النباتات لها اظهار رائع ظهرت شقائك النعمان ظهرت رائع وعلى فكرة جه اسم شقائك النعمان لانها موجودة على قبر النعمان ابن منذر لو تسمع عنه الملك النعمان ابن منذر الملك ده من الملوك العرب الملك ده مات دهسا بالافيال اللي بعتها له ملك الفرس قصة سهيت بحاول خرجك برا لموت ليه اصل هو رفض يسلم نساء العرب فبالتالي ملك الفرس بعته الافيال عشان تدهسه وهو كان بيعشق النبات ده او الظهرة دي وكان بيحطها دايما فيه اسوار جنينة بتاعته وبعد وفاته بنيت او المقبرة بتاعته حواليها وفقيها فيه شقائك النعمان تخليدا لذكراء واطلق عليها شقائك النعمان ادي معلومة خدناها عن شقائك النعمان بس انا مش عايزة النبات انا بتكلم عن شقائك النعمان البحري حيوان بحري مسبت على الكعان يبقى ده بالنسبة لشقائك النعمان واعتقد خدنا النهاردة معلومة جميلة ده شكل الظهرة اللي بحكي لك عنها بس انا جبتها للمجادة ان انت تبقى عارف هي ايه دي لا تتبع مملكة الحيوان دي زهرة لكن هي دي اللي سميت على اسم النعمان ابن منذر طيب نكمل وبعد الموضوع ده هندخل على فين الديدان بقى فيه كيمية ديدان في البيئة كبيرة جدا ها قسمهم الى 3 شعب فيه ديدان بتسمى ديدان مفلطحة بتعيش متطفلة على كائنين وقليل منها حر يعني ايه يعني الديدان دي تقيمها تعيش على اثنين من الكائنات الحية ودايما او القليل منها او بيكون حر اكيد محدش فينا ما اسمعش عن البلهاريسي مرض البلهاريسي اللي اصاب طبعا عبد الحليم العنديب الراحل البلهاريسي كنوع من انواع الدودة المفلطحة سميت مفلطحة لان جسمها مفلطح شكلها مفلطح ذاتة تماثل جانيبي يعني ايه تماثل جانيبي احنا تماثل جانيبي يعني انا لو خدتك كده بالطول هبص لقي الجانيبي دي مين لك يشبه الى حد كبير الجانيبي اليسار ده اسمه تماثل جانيبي الدودة دي لو انا اخدتها شطرتها طوليا هي متماثلة جانبيا جسمها مكون من ثلاث طبقات الجنس معظمها خناس والقليل منها وحيد الجنس عندي ثلاث امثلة البلانارية البلهاريسيا والدودة الشريطية طيب انت قلتي انها بتعيش على او بتسبب لي بعض الامراض على فكرة دي من اكتر الشعب الممرضة بيقول عليها الديدان الممرضة البلهاريسيا بيعيش على كائنين او على عائلين ما معنى كلمة عائل العائل هو الذي يعوله او الذي يعول الطفيل يعني الدودة دي طفيل داخد جوه جسمي انا بالنسبة لها عائل بتاخد مني الغذاء فبالتالي انا بقولها الدودة دي بالذات علشان هي لها قصة وموجودة في مصر ولو اني بنحاربها الى حد كبير بدأت تقل لكن موجودة الدودة دي بتعيش على عائلين قوقع والانسان الخطر في ايه احنا برضو احنا قلنا مادة حياتية عايزة افهم بتتنقل ليه هل انا ممكن تتنقل لي لا ليه النظافة النظافة اولا الياركات بتاعتها بتكون موجودة في البحار موجودة في اي مية ركدة موجودة في ميات الترع عشان كده هي اكثر زهورا في الارياف الشخص اللي بينزل في الريف ممكن ينزل مية الترع عشان يستحمى فيها خطأ كبير بتخسل الاواني بتاعتها فيها بتخسلوا حيواناتهم فيها بيرموا الحيوانات النفقة فيها طبعا بهدلا كل ده وطبعا الاصعب او الذي يسبب لك العدوى انه ممكن يلقي بمخلفاته فيها سواء بوله او برازه ولو كان هذا الشخص مريض بمرض بالهارسيا البويضات هتنتقل للمية دي فالبويضات لما تنزل في المية هتفقس ياركا والياركا تروح جوه كوقع عاشت جوه كوقع شوية بعد شوية تطلع بقى اعداد كبيرة جدا من هذا الكوقع ياركات برضو توصل لجسم الشخص انت بقى بتستحمى في المية او اي ان كان بتعمل ايه تدخل جلدك كل ما هتشعر به بس ان انت بس حكة جلدين بتهرش بس تلاحظ انه بيكون عنده اصابة عالية بيطلع ايه عمال يهرش في جسم الدودة تقم دخل على جسمك رايحها على فين او اليارك وهي في طريقها بتكبر تروح على وريد اسم الوريدي بابي كابدي جنب خارج من الامعاء الدقيقة على طول عشان تاخد الغذة بتاعك صابح بصابح فدائما الشخص المريض بيعاني من نقص ملحوظ في الوزن انيميا وهزال ونقص ملحوظ في الوزن وتعيش بقى هيا تتطفل هنا وتعيش بقى هنا وتبدأ تتكاصر وتنزل البيط بتاحة ينزل مع البول او مع البراز يتبول او يتبرز فيه المية تاني فيحصل نفس الكسة تاني يبقى الاساس ايه النظافة ثم النظافة ثم النظافة تحميك من اي حاجة كذلك برضو بعد انواع الديدان الشراطية اللي ممكن توصل لك من لحوم او من كبد اخطر حاجة ممكن تكلها في حيوان تنقلك المرض الكبد او الكبدة يعني طب الافضل تطهى طهي جيد لان اغلب الديدان دي لو فقرة واحدة لو قطعة واحدة وصلت لجسمك منها هتنمو تطول نفسها دودة جديدة يبقى لو هاكل اكل زي كده يفضل يكون في البيت عشان اكيد والدتك هتطهى الاكل طهي جيد لكن الاكل اللي مرة ده اللي ما بياخدش الطهي الكامل بتاعه طبعا قد يسبب لنا بعض المشاكل تعال نشوف صور توضح لي الديدان دي دي دودة البلاناريا دودة مفلطحة تسمى دودة البلاناريا دي دودة البلاناريا اللي كنا بنحكي عنها من شوية على فكرة غالبية الديدان بتبقى الانسة طويلة ورفيعة والزكر قصير ومفلطح الجسم ده شكل بتاع البلاناريا وهنا الزكر واخد الانسة بتاعته يعني في حالة اكتران بين الزكر وبين الانسة الديل اللي طالع ده او الاجزاء الصغرى دي يدي الانسة وطبعا الجسم العريض المفلطح اللي جواه قناه جوه ده ده الجسم بتاع الزكر ودي قناة الاكتران ده برضو صورة تانية بتوضح لي الشكل بتاع ضد البلاناريا وهنا فاتحين كأننا عاملين تشريخ لها بأوليك الجهاز الهضمي بتاعها مع على فكرة ما عنداش فتحة شرج ليه؟ مش محتاجهاها ما بتاخد دمك ما عنداش فضلات ما عنداش شرج دي الدودة الشريطية جوه أمعائها على فكرة ممكن توصل لأمطار طيب نيجي للدودة الاستوانية أو شعبة أخرى هنسميها الديدان الاستواني بتعيش فين يا ترى؟ بعضها بيعيش حر في المية في التين البعض يتطفل على الإنسان أو الحيوان أو النبات سميت استوانية لأن جسمها استواني مدببة الترفين مش مقسمة للحلقات بس عندها ثلاث طبقات أغلب أو كل الديدان ثلاث طبقات تماثل جانبي الديدان كلها ثلاث طبقات تماثل جانبي بها قنازة فتحتين عندها فتحة ثم وعندها فتحة شرل وحيدة الجنس عند الإسكارس والإنكليستومة والفلاريا على فكرة الكائنات دي أو الديدان دي لو بتعيش في جهازك بتعيش في جهازك الهمي تقدر تضع في مرة التزوج عشرين ألف بيضة في اليوم العشرين ألف بيضة دول هيخرجوا مع البراز لو خرجوا مع البراز في أرض راطبة عرفت بقى أنه غلط موضوع الترع والأراضي الراطبة لو خرج مع البراز في أرض راطبة البيت ده هيبدأ يفكس ويبدأ يكون لك ياركات والياركة ممكن توصلك ممكن توصلك عن طريق البعود على فكرة في بعض أنواع البعود بين البعض ياركات الديدان دي توصلك وبعد ما توصلك هتوصل لي جهازك الدوري وجهازك الهضم وتعمل لك مشاكل ده ممكن يوصل طولها لألاف الأمطار طبعا هي بتعيش في التربة شوية أو الأرض العدوية شوية عشان تبدأ تكبر نفسها تبقى ياركة تختار جسمك أو بعضة تنقلها لك أيا كان لكن ممكن توصل لأمطار يبقى برضو بنرجع لنفس النقطة وهي النظافة ثم النظافة عندي كمان الفلاريا الفلاريا دي دي بتصيبنا بمرض اسمه داء الفيل تركز في الأمراض كان عندي مرض النوم التربانسومة كان عندي مرض الملاريا البلازموديوم عندي داء اسمه داء الفيل دي دان الفلاريا وهنشوف صور لها حالا دي صورة بتوضح لي الإسكارس اتفقنا إنها بتبدأ توصل لجسمك أيا كان وصلت لك إزاي والطور المعدي بيكون هو الدودة دي أو الددان دي تدخل الأوعية الدموية بتاعتك تدخل للرقاتينة تطلع للبلعوم تعمل لك مشاكل الدودة دي دودة الإسكارس عندي دودة تانية اسمها دودة الفلاريا برضو نفس الكلام دودة استوانية دودة الفلاريا من الددان الاستوانية اللي بتنقلك أو بتطلقلك عن طريق البعود يبقى الإسكارس إنكلوس ما ممكن توصل لجهازك الهردي لكن الفلاريا بص الشخص ده سكين عنده دائل فيل ددان الفلاريا ددانها تنقل هلق البعودة يبقى برضو بتدور على النظافة الددان دي هتبدأ تسد الأوعية اللينفاوية انت عندك في جسمك أوعية دموية وأوعية لينفاوية هتسد الأوعية اللينفاوية ولما تسدها تبدأ يحصل الشكل اللي انت شفته ده ويصاب مرض الفلاريا تضخم في الساعد درعك يعني أيًا كان المكان اللي البعودة أرى ستك فيه تاني مرة جيب سرط بعودة في نقل أمراض جبنات مين قبل كده في البلازموجين لسه ألينه كانت اسمها أنسة بعوط الأنوفلس الأنوفلس نقلت لمرض المالاريا وفيه برضو بعض أنواع وعرفك الأنوفلس برضو وبعض أنواع السرولات الأخرى قد تنقلك دا الفيل يبقى الإسكارس والإنكلستومة جهاز هضني لكن لما جينا تكلمنا عن الفلاريا قلت لك دا دخلة في الأوعية اللينفوية جهاز سد الأوعية الدنوية واللمفوية فتسبب لك التضخم اللي حصل في الساق أو في القدم عشان كده سموها الفلاريا جاي من كلمة الفيل أصلي رجلي أصبحت متضخمة شبيهة بالفيل فسموها ديدان الفلاريا نسبة إلى دا الفيل أو المرض اللي شبه الرجل بقى شبه رجل الفيل دي هنوصل لآخر شعبتنا في الددان وهي الحلقية أه أكثر رقي تخيل حتى وانا جوه المملكة بتحرك في رقي يعني ددان استوانية أكثر رقي من المفلطح الحلقية أكثر رقي من الأخرى وهتبص تلاقي أن الدودة الحلقية وجسمها مقسم إلى حلقات قصتها تختلف شوية دا الدودة دي لها حوار كبير دا الدودة دي عندها ممصات دا الدودة دي عندها جهاز هضمي بدأتكون جهاز دوري بدأتكون جهاز إحساسي إذن هي أصبحت أكثر إيه أكثر رقي يبقى الدودة الحلقية بتعيش أغلبها حر كل ما الرقي بيزيد كل ما هتلاقي علاقة التطفل تبدأ تقل معي دي أغلبها بيكون أو بعضها بيكون حر في البحار والمياه العزبة والطربة الطينية أولي الأول اللي بيتطفل إن أنا عندي العلقة الطبي جسمها هتقسم لحلقات في أشواك مدفونة في الجلد في المعظم عشان دي بيسعدها على الحركة وعلى التسبيت بعضها بيكون وحيد الجنس وقليل منها بيكون خناس طيب دي مين ضد الأرض فيه مننا كتير وبالذات الشبابنا اللي بيحبوا يصطادهم فبيجيب الدودة دي من الأرض عشان يصطاد بيها ضد الأرض مهمة جدا مفيدة جدا ليه معلومة أكيد أنت عارف الدودة دي وهي بتحفل نفسها أنفاء بتعمل تهوية للتربة بتعرض التربة لأشعة الشمس هتطلع مخلفتها في التربة فتزدها خصوبة هتموت جوة التربة وتتحلل فتزدها خصوبة إذن هي مفيدة مش درة وبتعيش حرة ما بتتطفلش على حد لكن في عندنا دودة أخرى حلقية تعال بص معايا لو لاحظت مسبت على دراع شخص بص عليها كويس دي اسمها دودة العلق الطبي الدودة دي ممصة أو متحتوي على ممصين ممصة في المقدمة ممصة في المؤخرة هتثبت نفسها بالممصات وتقوم دخلها الفكوك بتاعتها اللي فيها أسنان علشان تعمل خدش الخدش ده هكله ثلاث شعب أو ثلاث سكوب وتبدأ تفلز اللعاب بتاح اللعاب ده فيه ثلاث مواد فيه مادة هتمنع التجلط مادة مانية على التجلط اسمها العلقين فيه مادة بتعمل توسيع للأوعية الدموية فيه مادة بتعمل زيادة النفاذية للجلد يعني ابتصادا في العلاج آه تاني ايه الموضوع العلق الطبي تاني وليه أطلقوا عليه الكلمة دي علق جاي من كلمة اللعاب اللعاب بيسمى بالعلق في اللغة العربية طب طبي ليه بستخدمها في علاج بعض الأمراض ده أمراض كتير ومنها وأبسطها التجلط التهابات أمراض في جهاز تنفسي وهكذا ليه عندها ممصين ممص في الأمام ممص في الخلف في الخلف هتثبت نفسها دي وتبدأ تثبت فكوكها في الشخص ده وفي الفكوك دي فيها أسنان تبدأ تقوم ايه تعمل سكب من ثلاث فتحات من ثلاث شعب وتبدأ تنزل لعابها ليه طبعا المادة ليه متجلطة ويهو تتغزى على اللعاب فعشان تعرف تتغزى على اللعاب نفس اللي كان بتعمله الأنوفي لسفيك تقوم فرز اللعاب بتاعها اللعاب فيه ثلاث مواد أشهرهم العلقين مادة بتمنع تجلط الدم يبقى لو فيه هنا منطقة فيها جلطة العلقين عمل ايه على الفكرة ده طب طب بديل بدلا ما استخدم أدوية طره الجسم الشخص اهو على الفكرة في دول كتيرة جدا بتستخدم هذا الموضوع بتبترز المادة بتاعتها العلقين تمنع التجلط كمان المادة دي بتزود من نفازية الأوعية الدموية عشان الدم يندفع بسرعة في الأوعية الدموية دي وكمان هتزود لنفازية الجلد وتدق ترتاشف الدم بيسبتوها على جسم الشخص المريض وتقعد ترتاشف 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 لغاية ما يوصل حجمها خمس أضعاف حجمها بتاخد كمية دم كبيرة جدا خمس أضعاف لغاية ما تقع لوحدة ما بينزعهاش بتقع لوحدة هي المشكلة في الصقبة الأولى بعد الصقبة الأولى دي كان ده بوس بعد الصقبة الأولى من ضمن الموضوع اللي بتفرزها على فكرة بده مخدرة ما بيصعورش المريض بأي شيء بعد كده لكن بترتشف كل الدم الفاسد واي التهابات واي حاجة ممكن تكون موجودة من الترائف بقى ان ساعات الدودة بتمتنع انها ترتشف دم شخص عارف ليه لو الشخص ده مدخن تمنع تمتنع حتى الدودة بتمتنع عن رشف دم شخص مدخن لما تيجي على جلد تعرف انه مدخن ما تنجيش جنبه تخيل شفت التدخين قد ايه دار ده 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 نفهمه واحنا لسه بنستخدمه يبقى دي مادة العلق او الدودة اللي احنا سميناها العلق الطبي اظن خدت شوية معلومات النهارده من الددان ملهاش حال يبقى وضح معانا دوت العلق الطبي وعرفنا بتعمل ايه الدودة دي هدخل على شعبة تانية اسمها مفصليات الارجل اه حلوة بقى دي الجسم متقسم لعقل عندها عدد كبير من الازواج من الزوائد المقسمة اللي هتكون لي بعد كده اعضاء حركة قطع مفصلية زوائد مفصلية هتنقسم لعدة مناطق جسمها يعني مقسم لعدة مناطق بيغطيها هيكل خارجي المفصليات عندي اربع طواقف طائفها تسمى الكشريات والعنكبيات والحشرات ومتعددت الارجل من المكرنات المهمة جدا العنكبيات والحشرات بس من رأيي كل المكرنات هنا معايا مهم طيعا ندخل كده ونشوف المحطة بتاعتنا وصلتنا لغاية فيه انا الوقتي في المحطة رقم تقريبا كم انا عديت المساميات واللاسعات وثلاثة انواع من الددان انا عديت خمس محطات انا في رقم ست قرب توصل هوك للحبليات القشريات زي الجنباري افتكر دايما في دي علشان حيات انت عارفها افتكر اسم كائن حي او شكله ويبدأ اوصفه اتكلم عن الجنباري عن الكابوريا عن الاستاكوزة ما احنا خلاص الاددان قرفتنا شوية ندخل بلقاء حاجة كويسة جسمها مقسم الى رأس صدر وبطن ويغطى بكشرة كايتنية لما كتبت رأس صدر انا اصدر ان احنا نعمل السين لازق في الصاد لان هي المنطقة على بعضها اسمها الرأس صدر انا بتيجي تاكل الجنباري ويشير الجزء اللي فوق ده هو ده الرأس صدر والبطن العقل ومغطى بكشرة كايتنية اللي انت بتقشرها سهله عندها زوائد من المفصليات زوائد مفصلية بعضها بيكون ارجل والبعض متحور لوظائف اخرى ومنها المناسل على فكرة عنيها مركبة وتتنفس بالخياشين متفقين انها بالخياشين ما بتعيش في المياه ايه بقى مركبة تعاني فهمها العيون نوعين فيه عيون مركبة وفيه عيون بسيطة العين البسيطة عندها شبكية واحدة زي عينينا العين المركبة عندها عدة شبكيات ليه غالبا الحشرات اللي بتكون عيونها غير متحركة بتكون مركبة علشان طلق الصورة من كذا مكان من كذا منطقة ويتجمع الصور مع بعضها فتديني الشكل المجسم يبقى انا عايزة العين تكون عين ايه لان احنا عينيناك بوكلتنا بتتحرك هي يعنيها مش متحرك يبقى لازم الشبكية تكون من اكتر من ايه اكتر من او العين اكتر من الشبكية يعني تقدر تقول كده المركبة كأنها كذا عين في بعض على فكرة حاليا وده تم فعلا استخدموا فكرة العيون المركبة في صنع الرادار اللي بيجيب من زوايا ايه بيمسح المنطقة كلها بالرؤية او يكون لها صورة ده الجميل ان في بعض انواع الحشرات العين بتاعتها بقى متحركة ومركبة برضه صاقبة الابصار تبص لقى العين متسبتة على حاجة كده عاملة زي دراع كده تقوم خارجة بره جسمها وعارف انت الرادار بتلف حوالي النفسها تطورها 60 درجة عشان تجيب من كل النواح تقدر تجيب حدود المنطقة كلها في بعض الحشرات تجيب قدامها بس البعض بيجيب 180 درجة بجيب من هنا وبجيب من هنا والبعض بيقدر يجيب الحدود كلها لو كانت عينيه متحركة يبقى العين المركبة انا مطالبة بيها فيها عدة شبكيات زي جنبري كابوريا لستاكوزا وطبعا بتتنفس بالخياشي طبعا اكيد كلنا عارفين شكل الجنبري طيب تعالا نشوف العنكبيات هدخل على العنكبوت العنكبوت او العنكبيات متكونة جسمها من منطقتين رأس صدر وبطن عندها رأس صدر وبطن عندها 4 ازواج من الارجل المفصلية يعني 8-4-4 بعضها وحيد الجنس عينها بسيطة تتنفس بالكصيبات الهوائية والرئات الكتابية جسمها عبارة عن حتى تين حتى كبيرة حتى صغيرة بسمها رأس صدر والتانية البطن عندها اربع ازواج الاركاندي لازم ابقى عرفها وبتتنفس بالكصيبات والرئات الكتابية وساعات سموها كتب رأوية ايا كان هي عبارة عن حاجة شبهة بالكتب بتقوم بوظيفة التنفس فقطلك عليها الرئات الكتابية زي مين؟ زي العنكبوت وزي العقرب كلنا عارفين العنكبوت العقارب معلومة عرف العقارب بتعيش في المناطق الجافة ودرجة الحرارة العالية جدا مختبئة في الصخور او تحت الصخور وتحت الشكوك وهكذا عدو المية عشان تحاربه ارمى عليه مية في الجيش بيحطه صفايح فيها مية ويحط رجلين السرير فيها علشان مش ضمنين ان فيه عقارب في المكان اللي بيناموا فيه ولا لا يقوموا الصبح يلاقوا صفحة المية دي مليانة عقارب عشان تعرف طوع الجيش بيتعبوا معاك ازاي يبقى العقارب مادة سامة عنده زيل الزيل فيه غدة سامة وبكده مع نهايتنا مع العقرب كان نفسي انهي بحاجة تانية احلى من العقرب بس بقى ظروف بقى ومعاد حلقتنا انتهى هنتقابل حلقة قادمة مع استكمال لمملكة الحيوان بالمزيد والمزيد من المعلومات والصور والى وعد باللقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته